السلام عليكم اخوتي اخواتي كديري يلبس عليكم اتمنى تكونوا بخير وعلى خير الفيديو اليوم البنات غنشارك معكم هاد المسيم البنات في الفرران اللي بالعجينة المسمى اللي كي يجيو ورائعين ومقرمشين كيما كتشوفو تابعوا معايا المقادر وطريقة التحذير هنا عندي البنات مباشرة غنزيد نبدأ نطيب معاكم هذا الشيء عندي خفيف ضريفة البنات عندي هنا الكفتة وعندي البصلة وعندي هنا الفلفلة الحلوة مع الزيتون بعد ما طحنتهم في الهاشور والربع وبطبيعة الحال العطرية عندي التحميرها عندي الخرقوم والبزار وشكين جبير والملحة بطبيعة الحال على حسب الدوق والهريسة اللي كي يبغيها والزيت صافي هاد شي اللي كنضيف هاد الحشوة وغادي الطيب ونخليها تبرد عاد باش غنزم ندير معاكم العجينة البنات المهم انا كندي الكيمية البنات اللي كنستهلك ده كننهار ما كان نخزن ما كان دير الفريوه المهم هنا غادي ندير معاكم العجينة عندي هنا شوية الخل شوية الملحة شوية الساندة والزيت غادي نجمع بيه العجينة في الاخر ما غنضيفه اش دهبه وهنا الدقيقة على حسب كل واحد شوها غايدير في الكيمية هنا العجينة بلا ما ندلك ونبقى مصد عراسي غادي نجمعها ونخليها ترخف على خاطرها وهنا جمعتها بشوية زيت كما كتشوفوا رات رخفات عندي العجينة هادي نبدأ نخدم في سطح العامل اهنا كننكورهم صغير ووراين صافيو كننكور قاع العجينة اللي عندي على حسب الحشوة اللي عندي مهم هدك الشي اللي غا يخرج ليه فيهم ونبقى نعمر البنات المهم تابعوا الطريقة الشي كان اعطاه لكم خفيف ضريف البنات والحوشوة اه تقدروه تفنوا فيها كما بغيتوا البنات يعني مش يضرور ندير كفتة ولا مش يضرور ندير اذك الشي اللي عندكم التعميره على حسب كل واحد والمستطع دياله تقدروه تزيدوا في بلاست ديك الكفتة مع الخضرة غير الطون تقدروه البنات تديروا الكاش شير قدروه تديروا اللي يدرتوا اراه كل شي كي يجي تبارك الله في التعمار اراه تبارك الله هراه ثلاثين يوم في فرمدان يعني راكا نقوم طيبة وتنتلفوا المهم اللي نغير كان اللي نغير كان ديروا غير الحاجة اللي اللي سريعة وضغية ضغية وتبنادم ما تلاقدر ياكل والله العظيم كان نبقى وناكله كتولي يديك الحشرة ايام اللي كتبقى يلا تتولي تقيلع القلب لما يكلق تتجيك في 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 القانا ولا شي حاجة وال ولا شقالة تحاجة تنولي وان نسيسو صافي المهم كي ما كتشوفو هنا حي كل شي كتقنعي منه كل شي كتديري صافي تطلع في الراس المهم هنالبنات كندير اه الطريقة اللي مسمى يعني تلويهم في المرة اللي قلته اروه وريت تلويهم باش يجيوا مرقين وما يجيوش معجنين وكي يجيوا اه من الداخل مهوين وزويني فالحوش والبنات اللي ما تكرتش ليكم اه ضفت بيضة في اللخر تطعبت الحوش والكاملة وضفت بيضة وزد على واحد القبيصة ديال ديال القرفة كتعطيني واحد النسمة لهاد الهاد الخويزات البنات ما نقولش لكم بحل لك تاكله اه فبس طيلة ديال 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 القرفة وسميته كتعطى واحد اللمطة زوينة المهم تجربوها اردو عليها في قست فيها بيضة كي ما كتشوفوها كتشوفوها مملونة يعني فيها هذا الشيء البيض راه البيضة لبنات وزدوا واحد القبيصة ديال 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 القرفة وديتم وجدهم تطابو سافلوا هنا نحيدهم وتابردو ودابرة كنخدم معاكم المهم بعدما قديتهم كاملين لولبتهم وورقتهم كنبتا نعمر سافل انتم مكتلعبو بالشكل اللي بغيت انتم مياه مهمان غادي نديلوا مخان هكا هذا الشيء خفيف ضريف ايه ونتمنى البنات كونت انتموا يا ايه معييتوش فضل رمدان قوليك كل شيئية في رمدان كل شيئية في رمدان خصوصا اللي كيصهره كي يقرأوا شوية يصليوا شوية ضروري من الصهير اللي كيصهر كان اللي ما كيصهره صراحة اللي ما تيقدرش يصهر كل كيصهر الحمد لله لا يقدرنا لا يقدرنا يا ربي. فرصكم كندير معكم دابة المونتج راه هاد الوقت اللي كندير معكم مونتج نعز تجاد راه الفجر فات الفجار صلينا الله يقبال كل شي مشي نعز بقيت غير انا كي المجنونة وقلت زمنين عسلياجات زقان مونتج هذا الفيديو باش اللي هو حولكم ان شاء الله يا ربي امين وعاد باش غد يمشي الناس بين مناطجات باش نمشي هذه الساعة تخشي حدا ونقلص كان مونتج معكم الفيديو من وراء الوجر المجانين واشوفوا بيت بلان عسلي الكامل وبقى كان مونتج في الفيديو باش تعرفوا الى منطرح ناك بتعدبوا رباش كلا اخطوكم نصوروكم نديروا المونتج يجين اذاك شي سهرة ما سهلة حاجة الله ما سهلة حاجة المهم الى غلط نفسي حضرها البنات وعدروا نعراها رمضان هذا وقلت النعاس وكترت الشقة المهمة هنا البنات انت بصفر تحضر لبيضة وضعت بها واحد من القيطة ديال الزيت تقدروا تديروا اذاك السوس السوجة وملا الحليب ولي بغيته كل واحد الشي يدير مع البيض وهنا البابو اللى عنده جنجلان كحن اللى عنده اللى بغى تزين به تزين به مهمة الشى اللى تفوف فرعت دي درته انايا وغادي ندخلهم فران سخون البنات وغادي ننقص عليه من يسخل الفران البنات وغادي ننقص عليه خلي محماره على خطرهم وهنا الشكل النهائي سوف أخذ الفران سوف أعطيكم سخانين وعرفت أن يكونوا سخانين لا تتحكم فيهم شاهدوا الففار طالع منهم قلت لكم أن ايديها ماتتها للسخونية حسنًا لو ماتوا يديها المهم هذا هو الشكل النهائي لما البنات سوف أمقرمشين صراحة لا يداروه في اسمه أخذوا هذه الحرارة للفران المهم هنا رشوية واللو باردين سوف أعطيكم شكل كيف يفجأ وسوف نقصد معكم واحدة لكي ترى كيف تأتي من الداخل مهوية ومقرمشين وهذا هو الشكل النهائي نتمنى أعجبكم من الإعجاب لكم وما تنسون باللايك والدخل جديد اشترك في القناة لكي يصلوا دائما الجديد لنا بطبيعة الحال إلى مهتم بالقناة كما ترى هنا محمرات ترى كيف ترى مقرمشة البنات وراء هنا سوف نقصد معكم هنا قطعت لكي تنصور غير بيت ما فيها ما يبدأ يرى في الصبورة سوف أرى هذا البيض فيها من الداخل صافي هاتش اللي كان البنات نتمنى أعجبكم في فيديونا الإعجاب لكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله بحول الله علش الله هنتم مكتشوفوا فراجة ومرقين البنات وكيجوا خفافين ولدادين صراحة هاتش اللي كان يا الله البنات إلى فيديو قادم وبصحة فطوركم تنتم معا إلى اللقاء اشتركوا في القناة